اشتركوا في القناة فأعطته مرهما كي يفرك به جسمه وطعاما وشرابا وأرته سريرا صغيرا نظيفا جدا وكان يوجد قربه لباس كامل وقالت له كل واشرب ونم ولتحرصك سيدة أتوشا وسيدنا القديس مار أنتونيوس البدواني وسيدنا القديس جاك دي كومبوستيل سأعود غدا كان كانديد لا يزال مندهشا من كل ما رآه ومن كل ما عاناه وخاصة من عطف العجوز التي أراد أن يقبل يدها فقالت العجوز ليست يديا التي يجب أن تقبلها سأعود غدا أفرق جسمك بالمرهم وكل ونام على الرغم من كل تلك المآسي التي عاشها كانديد فقد أكل ونام وفي الغد أحضرت له العجوز الفطور وعاينت ظهره وفركته بنفسها بمرهم آخر وبعدها أحضرت له الغداء وعادت في المساء ومعها طعام العشاء وفي اليوم التالي أعادت الكرة وكان كانديد يسألها دائما من أنت ومن الذي حثك على القيام بكل هذه الأعمال الخيرة وكيف أرد لك جميلك غير أن السيدة الطيبة لم تكن تجيب أبدا وعادت ذات مساء من دون أن تحذر له طعام العشاء وقالت له تعال معي ولا تتفوه بكلمة وتأبطت ذراعه وصارت معه في القرية حوالي ربع ميل فوصلا إلى منزل المعزول تحيط به حدائق وبحيرات وقرعت العجوز الباب ففتحه أحدهم وأدخلت العجوز كانديد عبر درج سري إلى غرفة ذهبية وتركته على مقعد من البروكار وأغلقت الباب ورحلت كان كانديد يظن نفسه في حلم وينظر إلى حياته بأكملها وكأنها حلم مشؤوم وإلى اللحظة الحالية وكأنها حلم رائع بعدها ظهرت العجوز مجددا وكانت تساعد بصعوبة امرأة ترتجف كبيرة القامة وتلمع لكثرة ما ترتديه من الأحجار الكريمة وكانت مغطاة بنقاب وقالت العجوز لكانديد انزع عنها هذا النقاب فاقترب الشاب ونزع النقاب بيد خجولة ويا لهذه اللحظة ويا لهذه المفاجأة إنه يظن أنه يرى الأنسة كونيغوند لكنه كان يراها بحق كانت هي نفسها فخارت قواه وعجز عن التفوه بأي كلمة وسقط على قدميها وسقطت كونيغوند بدورها على الكنبة فرشتهما العجوز بمشروب كحولي فاستعادا وعيهما وتحدثا تفوها أولا بكلمات متقطعة وبدأت الأسئلة والإجابات تتلاقى مع التأوهات والدموع والصرخات طلبت العجوز منهما أن يحدثا ضجيجا أقل وتركتهما على حريتهما فقال لها كانديد ماذا؟ أهذه أنت؟ أنت حية؟ أنا أجدك في البرتغال ألم يعتدوا عليك إذن؟ ألم يشق بطنك أبدا كما أكد لي الفيلسوف بانجلوس؟ بلى قالت له الجميلة كونيغوند لكننا لا نموت دائما من حادثين مماثلين لكن هل قتل والدك ووالدتك؟ قالت كونيغوند وهي تبكي هذا صحيح وشقيقك قتل شقيقي أيضا ولما أنت في البرتغال؟ وكيف عرفت بوجودي؟ وأي صدفة غريبة قادتني إلى هذا المنزل؟ فقالت له المرأة سأخبرك عن كل هذا لكن يجب أن تخبرني قبلا كل ما حصل لك منذ القبلة البريئة التي أعطيتني إياها والضربات التي تلقيتها فأطاعها كانديد باحترام بالغ ومع أنه كان مذهولا ومع أن صوته كان ضعيفا ومرتجفا ورغم أن فقار ظهره كان لا يزال يؤلمه قليلا أخبرها بالطريقة الأبسط عن كل ما عاناه منذ انفصالهما كانت كونيغوند ترفع عينيها إلى السماء وتبكي بشدة موت القائل بإعادة التعميد الطيب وموت بانجلوس وبعدها تحدثت إلى كانديد الذي سمع كل ما كانت تقوله والذي كان لا يشيح بنظره عنها اشتركوا في القناة